جريمة أخرى في سجل ميليشيا لم تتوقف عن ارتكاب أبشع الجرائم منذ أكثر من عامين في لحظة كان هؤلاء يؤدون صلاة الجمعة وهم خليط من المواطنين أبناء المنطقة وأفراد الجيش والمقاومة على الجهة الأخرى كانت ميليشيا الحوثي والمخلوع تشحذ أسلحتها لتسجيل جريمة جديدة باعتبارها منجزا من منجزاتها التي عادة ما تخلف دماء وأشلاء يوم حزين على مختلف مناطق اليمن مع استشهاد وإصابة العشرات من أفراد الجيش والمقاومة بالإضافة لمواطنين من أبناء المنطقة كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد قريب من معسكر كوفا للتابع للجيش بمأرب مصدر محلي أوضح أن ميليشيا الحوثي والمخلوع استهدفت المسجد بأكثر من قذيفة صاروخية واقتصالات الجمعة ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى مصدر طبي في مأرب أكد أن الحصيلة بلغت نحو ثلاثين شهيدا وأكثر من ستين جريحة مشيرا إلى أن الرقم لا يزال غير نهائيا ومرشحا للتصاعد مع وجود حالات حرجة لا تزال في العناية المركزة الحكومة التي أدانت الحادث أكدت أن هذه الجريمة ليست سوى إشارة إلى أن السلام مع ميليشيا الحوثي والمخلوع مستحيل مشددة في بيان لها أنها لن تقبل أو تساوم على بقاء الأسلحة الثقيلة والصواريخ الموجهة بيد الميليشيا الانقلابية كي لا يبقى الشعب اليمني ودول الجوار تحت تهديدها وهدفا لإرهابها